شاكر فضله ده عمل نجاح بحر أيام الفقر بدأت تروح بقى ولا لسه في فقر لا لا ده في عز الفقر برضو طبعا منين ما فيش عنا كنا بناخد فلوس أنا كنت باخد خمسين جنيه في الحلقة خمسين جنيه وعملنا احداشر حلقة يعني كلام فارق وبعدين لسه منتخرج من المعهد كنت معتمد في حياتي على عمى أنور بلك فما فيش فأيام الفقر ما رحتش بس اتشهرت اتشهرت حسيت بنفسك بقى حسيت بنفسي بس كنت تعبان الشهرة في غير وقتها بعد كده طبعا دخلت على الليني الرملي في البيت لقيته بيكتب مسلسل جديد فأقولت له أنا طبعا معاك أنا بقى نجحت نجاح ساحق في المسلسل يعني بعد ما كنت ولا حاجة بقيت حاجة والمسلسل أنا عنصر أساسي من عناصر نجاحه طبعا أكيد المسلسل اللي بيكتب وأنا فيه فقال لي لا مالكش فيه دور قلت له نعم ده أنا مش لاقي آكل زي لينين ما صاحبي قوي بقى قال لي مفيش ما عنديش أنا بكت أنا عندي فردوس عبد الحميد عندي حتى إسعاد يونس ما كنتش جات لسه يعني مالكش في دور قلت له لا لازم يبقى لي دور اتصرف مهم فاطمة المعدول مرات لطش مرات لينين قالت له لا أو هنسيب سامي كده ما احنا حبايب بقى هنسيب سامي كده قال لا خليني يشوف أنا كاتب دور لنبيل حلفاوي لو نبيل عمله وعمله ما عملوش حديل سامي فنبيل رفض يعمل دور السلطان ما عجبوش فاخدت أنا دور السلطان قال لي بس خلي بالك الدور ما هواش دور حلوة أوي ما بيقولش نوكة ده شماعة لسامير غاني قلت له شماعة لشماعة حكاية ميزو حكاية ميزو وعملنا ميزو وأنا طبعا دوري كان دور يعني شماعة دي الاكسبريشن بيقولوها في الفن اللي هو سنيد سنيد فمن كتر المسامير غانم شخصية جميلة خلاني بطل معه بقيت بطل معه في المسلطة اقول اي اف يساعدني يعني هو يقولنا ساعد وبقينا تيم حلو يعني ونجح المسلطة جدا اعملوا منه جزء تاني والجزء تاني هيتعمل ان شاء الله هيعملوا شادي الراملي ابن ليني الراملي لان شادي عنده كومنسينس رائع وكوميديان زي ابوه ولو قلنا ابوه مش كوميديان اما تقعد مع ليني الراملي اتقل دم بني ادم تقعد معاه ومع هذا بيكتب احلى كوميديا ممكن تقرأه او تمثلها بس ميزة لينين بقى ان هو ما كانش بيعتقنا قعد لنا مستقدرش تقول حاجة بلا هو كاتب عظيم جدا ندع له بالشفاء دايما ان شاء الله وشادي تيكين اوفر ان شاء الله شادي راملي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة